السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم ولايف مفاجئ دخول مفاجئ في أول ليلة من رمضان أدو الله سبحانه وتعالى يا رب كرمنا وإياكم ويجعلها ليلة مباركة اللهم أمين كل عام وأنتم لله أقرب كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم يا رب على طاعة وعزة ونصر كل عام مقلوبنا بتحب رمضان كل عام مقلوبنا مشتاقة للتعاط في رمضان كل عام يا رب وإحنا دايما على الخير وعلى التقوى وعلى الإيمان يعني أدو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله شهر مبارك اللهم يا رب سلمنا لرمضان وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا متقبلة يعني ده كده دعاء اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال رجد وخير ربي وربك الله أدو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله رمضان كريم مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية يعني طالع الله يبدأ مفاجئ كده ما شاء الله عليها بنستل الصلاة الله صحانه تعالى يا رب يتقبلنا وإياكم من الصالحين ومن العاملين واللي بينتبعوا لأول خمس حاجات على مدار الشهر الأول خمس حاجات والهدايا اللي بنتكلم عليها النهاردة ممتدة معانا لآخر شهر رمضان تعالوا يلا حابين يلا تبتدوا رمضان بتوبة جديدة تعالوا اسمعوا يلا حابين يلا الله عز وجل ينظر إلينا بعين الرحمة تعالوا يلا حابب يلا تبتدي عهد جديد مع الله عز وجل بداية قرب وبداية فرحة وبداية طاعة وبداية فعلا أوبة حقيقية لله عز وجل تعالوا يلا اسمعوا معايا الليف دوت إذا كانت أول ليلة من رمضان نظر الله فيها إلى عبادهم من ينظر الله إليه لم يعذبه أبدا الواحد استشعر رمضان قبل أداني المغرب ما يقز يعني من قبل أداني المغرب أنا كان لسه أيا جماعة الإختلاف طب أنهي الدول إلي قلت الخميس وأنهي الدول إلي قلت لاربعة فما بقاش ناش عارفين وانا عن نفسي قلت لا انا هعرف انا هفتح انا الشباك والبلكونة واعرف ده رمضان ولا لأ من قبل المغرب وفي نفحات جميلة كده يفتحوا دلوقتي كده وشموا الهوى بتاع الكون الهوى بتاع الكون مختلف تماما الهوى بتاع الكون مختلف رمضان مختلف هوى الكون مختلف ليه؟ علشان بصوا بقى الخمس حاجات اللي بنقول عليها اذا كانت اول ليلة من رمضان صلى على الرسول على السلام كله انا بتكلم تصلى على الرسول على السلام عايزين نعمل بقى الاجور المضاعفة بعمل اجر وااخد عليه سواب بعمل اجر وااخد عليه سواب وسواب وسواب وعشرمائة سواب لك وصواب احنا مساكين والله احنا محتاجين السوابات دي صفدت الجن صفدت الشياطين ومرضة الجن ودي اول حاجة ليه صفدت؟ عشان نقصيهم يعني كفاية وسواسة النفس والدنيا والهوى يعني كفاية ولكن ده مش معناه ان كل الشياطين مصفدة يعني ده الصغيرين موجودين اه واللي مش مرضة ولا كبار لا دول متسلسلين التانيين بقى متسلسلين مطلوقين كده فسهل عاوزوا بالله السماع العليم الشيطان الرجيم يا رب عاوزوا بيكا رب منها مزات الشياطين وعاوزوا بيكا رب بقى يحضرون كل ليلة اقول كده وكل شوية مفتكر اقول كده عشان ربنا يجنبني يا رب قولك لو عندك غنم وفيه زئب بيجي على الغنم بتهشي الزئب ازاي بيجي الحارس بتاع الغنم جاي بكلب بحراسة يلا امشوا امشوا امشي للزئب فبيهووا وفيجروا احنا لما نبقى عايزين يعني نتخلص من وسوسة الشيطان نستعيز بالله الله عز وجل اللهم اني اعوذ بك رب منها مزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون واستعيز النقطة رقم اتنين يبقى اول حاجة صفدت الشياطين ومردت الجان رقم اتنين ايه اللي بيحصل في اول ليلة وذلك طول الشهر تلاتين يوم كده تاني حاجة غلقت ابواب النار فلا يفتح منها باب ده دي بشرة ده دي بشرة ربنا افل النار خلاص في الشهر ده وفتحت ابواب الجنة فلا يغلق منها باب الله عشان كده بقول لكم الجو اللي هو ريحة احنا النهار ده جاي لنا اول اول بوكي ورد جميل طبعا انتعار فيه الحالين بيحبوا الورود وهكذا امور عايز اقول لكم يعني مجرد بس ان ريحة الورد موجودة لا تعالوا طلعوا شموا ريحة اللي احنا عندنا شطة النهار ده يعني النهار ده كانت بتشتي طول النهار وعمال الدنيا تشتي تشتي واحنا بشاء الله قدين ففي ريحة شتة على ريحة جميلة صدقوني صدقوني العالم اللي بتتفكر في الكون عارفين ان رمضان له ريحة مختلفة ان الهوى والكون له ريحة مختلفة الناس اللي بتعمل عارفة الكلام اللي انا بقوله ده يبقى رقم واحد صفضت الشياطين ومرضت الجان رقم اتنين غلقت ابواب النيار فلا يفتح منها باب رقم تلاتة فتحت ابواب الجنة فلا يغلق منها باب فكل الخير وكل الرحمة انت حاسس بيها المفروض كده حاجة جمعين بقى يا رب الجنة تدعي اللهم ايجعل لي زوعني انا يا رب ينقوا سواب انا انا يا رب يا رب يا رب جعلني من يعني من اللهم قرر واستقرره في الجنة في الوقت ده انا يا رب من رواد الجنة انا يا رب ايجعل لي زوعني انا زوار ب oppressed قرروا واستقرروا واورسنا بقى الجنة يا رب الله ومامين يورسنا الجنة قولوا امين يبقى لما قول فتحت ابواب الجنة فلا يغلق منها باب ده ده تحفيز يا رب جعلني منهم هم اعرف ان الله عز وجل يزين الجنة بيدي استعدادا لقدوم رمضان وفرحا بقدوم رمضان وزوار الجنة ان شاء الله اللي حيكتبوا من اهل الجنة في رمضان يا رب يا رب يا رب جعلنا وياكم منهم قولوا امين طيب دي رقم ثلاثة رقم اربعة وينادي منادي من قبل الله وذلك كل ليلة تلاتين ليلة بينادي على يا باغ يا الخير اقبل يا العيس خير انا يا العيس انتا كمان انتو كمان الناس اللي علاف دول كمان عايزين يا اللي قاعدين يا اولادي يا اللي سمعين والله انا تمنى اطلع الفلكونة واطلع في السطوح كنا في اي حد عندنا السطوح هنا الدور معرفة 24 و25 اطلع في السطوح واتكلم واقول بقى اللهم يا رب اني اباغي الخير ينادي منادي من قبل الله اني اباغي الخير اقبل اقبل يعني يلا تعالى اقبل يعني خلاص انت حسناتك تعاطك خلاص ما بقى الا النفس بس ما شعل الله علينا يا رب جعلنا احنا اللي نقود نفسنا واجعل هوا نفسنا فيه تعاطك يا رب واجعل دايما يا رب الخير كله الخير كله في نفسنا انها دايما تأمر بالمعروف ونفوس لنفوس طيبة مطمئن اقولوا امين وليس ذلك على الله بعزيز عايز اقول لكم على حاجة هتعيقكم بعية دلوقتي قبلت اخته بكلمها اتصل علي هلا لو يتعمل ايه في رمضان قلت لها بص سيبيني سيبيني في عالي احنا عندنا لسه طالعين عادسة سيارة وعملية وهيسة ناس الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل الناس قلوا امين قلت لها انا بصي انا عندي مريض في البيت لسه طالع من العملية بصي ولوجدتاني عندي الله عز وجل عندي يعني خلاص انتهاينا انا ربنا عندي في البيت قالت لي قالت لي هلا انا نويا نية قلت لها قوليلي اتحفيني هو ربنا جابك بعد دلوقتي رزق وجابني انا رزق اليك عشان تسمعه فبقولها ايه قالت لي انا صعبان علي نفسي قلت لها حابتي كلنا والله في الهواس قلت لها صعب علينا نفسنا ها نويا ايه قالت لي انا نويا الحة على الله في الدعاء قلت لها طيب ما للصائم دعم مستجابة واحنا زي ما اتفقين معنا لستة كده بنكتب عليها بنكتب عليها الادعية كلها التلاتين يوم نقعد ندع قالت لي لأ انا مش هعمل كده قلت لها ما لها تعملي ايه اسمعوا اسمعوا اللي غلاني افكي وحرق قلبي عشان نطلع لكم قالت لي انا نويا ان انا الحة على ربنا بدعوة معينة خلاف اللستة قلت لها انت كابة اللستة قالت لي اه لكن انا في دعوة منهم هلحة على الله فيها يا ربي يا ربي ارزخني اياه قلت لها طيب قولين ايه اللي مش هقولك قلت لها ماشي لكن هو ربنا قال لي وربنا قال لك دلوقتي والرسالة دي على لساني اه عايزين ايه عايزين من ربنا ما مردت من الله ايه انا عايز جنة انا عايز صحبة النبع السلام اه ربنا يبشرني بالقبول يا رب الله والله احزن قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول واخذ كتابي بيميني وتقر ignite بالرسول انا عايز ربنا يرزقني خيري الدنيا والاخرة انا عايز اكون مصدقين لا انا عايز مرتبة الصدقين خلص انا عايز مرتبة اعلى بقى. عايزين ايه? قولوا اليحوا على الله عز وجل. يا رب انا عايزة منك التلاتين يوم دولت من دلوقتي انا هلح في الدعاء. ارزقني الهدى والتقى والعفافة والغنى السطر والصدقة. كل الكلام ده. واختار الدعوة بتاعتك. اختار الدعوة اللي انت عايزها. اليحوا على الله في الدعاء. خلي لست الدعاء. اللهم امين. لست الدعاء. وبعد لست الدعاء. خلي في دعوة بتلح 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 بتلح. تعالي قبلوني. تعالي قبلوني وقلولي. ربنا اتقبل منو. هلقاكم. هلقاكم ان شاء الله الله ربنا احيلا وما كتب لناش الموت في رمضان يعني. والي اما ما امدت يعني. هلقاكم في اخر يوم في رمضان. اللي صبح العيد. وقال لكم هيا. وزبطوا على الدعوة اللي بتلحوا فيها. الاح يا بنتي. عايز اعمل ربنا. عايز ربنا يجب لك ايه. اللي انت عايزة مستجاب. والله سمة والله سمة الله وبالله. ما عهدنا عليك يا رب. ما عهدنا عليك يا رب. دعوة دعناها في ايام يا رب النفحت. الا واستجابت لنا. الا واعطيتنا. اللهم لا ترد يدينا سفرا خائبتين. اللهم يا رب لا ترد رجاءنا فيك. اللهم اعطنا. اعطنا سؤلنا. واعت كل واحد وكل واحدة بيتفرج النهار ده هو يسمع الكلام ده. او حتى يسمعه بكرة. يلح عليك بدعوة استجب لك يا رب. ليس ذلك عليك يا باعزيز. ولا ينقذ ذلك من ملكك شيء. والله ابدا. والله لو اهل الدنيا كلهم سألوني. كلهم سألوا ربنا سؤال. وربنا اعطاهم ما انقذ ذلك من ملكك الله شيء. الا ابرة كده حطتها في البحر وطلعتها. نقصت من البحر الابرة دي. لا. وهكذا. وهكذا سؤالك من الله. انا انا قلت لها انت بتقولي لي كده ليه. ايك ما عرفش. انا كنت بتصل بك يا هل عشان تقولي لي اعمل ايه جديد السنة دي مع ربنا. فانا قلتلك لا انا قلت لي ربنا عندي فانا انا انا غير تقوي. قلت لها ايوان عندنا مريضة. عندنا مريضة. وربنا لو وجدتاني عندنا فانا او ربنا عنده. هل قلتلي خلاص. انا كمان. انا كمان عايزة كون عند ربنا وربنا عندي. قلت لها فان قلتلي في قلدي. الله. الله علينا يا مسلمين. لو كل حد بجد. تلع بالمعنى ده التلاتين يوم. لو وجد الله في قلب. لو وجدتاني عنده عند المريض. اه. ولك دعوا مستجابة. اه. طب مانا صائم. ليه دعوا مستجابة. اه. اتى. الله عز وجل يقول. ينادي منادي من قبل الله كل ليل. اني باغي الخير اقبل. انا يا رب. انا يا رب. شان خطر؟ يا رب والله. يا رب بدنا مسكين. انا. انا باغي الخير. انا يا باغي الخير. انا يا باغي الشر اقسر بلاش بقى استحمل ربنا. استحمل ربنا بقى متعملش معاصي بلاش. استحمل الله عز وجل 블� whereas تعمل معاصي. انا يا رب امن علي يا رب امن علي بتوبة الان يا رب تمحوا بها ما كان مني في الزمان الاول يا رب امن الان يا رب اعطنا الان يا رب اللهم يا رب يا من يا رب اجريت اللسان واجريت المعنى والقلوب حرقته ان احنا نلح عليك في الدعاء شفتوا ايات الصيام ايات الصيام اخيرها ايه خلاص خلاص اه 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 وازا سألك يا عبادي يعني صيام تقوى دعاء مستجاب فاني قريب اجيبوا دعوة الداعي ذا دعان يا رب احنا احنا يا رب وندعيك دلوقت انا عايزاكوا تسمعوا الكلام ده بقلوبكو عايزاكوا دلوقت تروحوا الربنا بقلوبكو عايزاكوا دلوقت تقولوا له يا رب احنا جيين لك ونوين الخير يا رب ونلح عليك ونلح نلح 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 دايما ده اللي احنا محتاجين ومن ربنا سبحانه وتعالى وده اللي قلبك محتاجة ينادي منادي من قبل الله ان يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر بالله عليكم بقى بالله عليكم شر ايه اكتر من انت يبقى كل الخير ده في رمضان وانت بعيد عنه كل الخير والحسنات ومغفرة للزنوب وللصائم عنده فطر دعوة مستجاب والله عز وجل يعطيه والله عز وجل ايه شو ها ها كل ده وانت غائب ملكش نصيب تبدأ انا اقول لكم حاجة رقم خمسة في اول ليلة من رمضان وذلك الشهر كله تلاتين ليلة مش ده بس لله عتقاء الله كل ليلة الله كل ليلة له الف عطيق وليلة القدر له الف الف عطيق له الف الف عطيق يعني اللي لدي فيه عطقاء انا يا رب جل قدر انت عارفين يعني ايه عطق يعني عطق يعني خلاص فك أسر رأبتك من النار وده الملك المليك الله عز وجل القادر لما الله عز وجل يقول اعتقتك يا رحاب اعتقتك يا مونة اعتقتك يا دلال ها اما ربنا يعني ياسر تاني لا والله ما ربنا بيرجعش في كلمته ولا الله وعده الحق وعده الله عز وجل باسمه المؤمن يصدق عباده ما وعده اعطينا يا رب ويصدقنا يا رب انا مساكين مساكين ورمضان ده جاي عشان ايه رمضان ده جاي علشان يغفر لك الذنوب رمضان ده جاي علشان يعينك لبقية السنة تقدر تكمله تقدر تكمله هو مديك المفتاحة هو استعين يلا وخد الزاد وخد الزاد وخد الزاد يا رب يا رب نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد نسألك يا حنان يا منا يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا بديع السماوات اعطنا سؤلنا اعطنا سؤلنا يا رب ده اللي احنا عايزين ده اللي احنا محتاجينه انك تدعي ربنا سبحانه تعالى موقن بالإجابة ونلح ما تتكسفوش ماكسوف ليه ما تتكسافش ده ربك اتكسف من العبد لما تقعد تلح عليه وتتصل عليه وما يردش لما تبقى عايز حاجة تتكسف من العباد لكن من رب العباد لا يا رب حقك لنا أملنا وأحلمنا يا رب القرب منك الفردوس صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ان احنا نبقى في عصر النبي عليه السلام في الجنة وليس ذلك عليك بعزيز يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا مجيب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا مجيب يا رحيم يا رحيم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة يا ربي يا كريم يا ودود يا رب يا ودود يا رب يا حبيب يا رب يا أنيز يا رب يا كريم يا رب ندعوك يا رب نلحى عليك يا رب اللهم استجب لنا سؤلنا واجب لنا سؤلنا واعطينا سؤلنا يا رب لا تردنا يا خائبين يا رب اعطنا اعطنا طب علينا طب علينا طب علينا اجعلنا يا رب من الفائزين في رمضان يعين نوعين أنفسنا يا رب على الطاعة في رمضان أقسمنا عليك بك أقسمنا عليك بحق اسمك الأعظم الأحبة الذي إذا دعيت به أجابت وإذا سئلت به أعطيت أقسمنا عليك بحق حبك في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أقسمنا عليك بك يا الله يا واحد أحد يا فرض يا صمت أقسمنا عليك يا الله يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا رب اعطنا ألحنا عليك يا رب اعطنا اعطنا طب علينا اقبلنا عيننا على الترويح والتهجد والقيام أياما معدودات أيام معدودة مش قادرين عليها أيام معدودة يلا من يعين يا رب من يدعي للتاج يلا كل اللي موجودين ندعو وناخد بقدم بعض وشوف صاحبتك فين وكلميها وقولي لها يلا وتعالي وننزل وحب ومعليش ولو تكسلت تاني واللي تالت والرابع مش مشكلة مش مشكلة يلا تعالوا تعالوا يلا تعالوا نكمل وتعالوا أنت أقرأت كرآن طب تعال أكرأ معاك طب أنا 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 مكسلة نفسي جايبة طب تعالك أكرأ معاك طب تيجوا معنا طب تيجوا هكسل يلا يلا والله مهن علي مهن علي أبدا قلت حبيبي حبيبي وصحباتي وأخواتي والناس اللي منتظرة ولا يعلم القريب مني عارف عندي إيه القريب مننا عارف أنا جاية مني النهاردة رحمة من الله عز وجل كلها رحمات من الله عز وجل لطف من الله عز وجل اللي عارفنا وعارف حالنا عارف أنا جاية منيه ويشاء الله سبحانه وتعالى إني اللي بتلقات ولا هكذا ولا هكذا هي اللي بتعطينا الدفع اكرمنا راضي يا رب راضي عنا يا رب اكرمنا ارضى عنا يا كريم ارضى عنا ده احنا ملناش غيرك يا رب مساكين والله من غيرك والله يا رب احنا مساكين من غيرك يدوى يا أخوات يدوى يا نساء يا رب يشفي كل المرضى يا رب يشفي كل المسلمين يا رب اقبل الناس اللي جاي لك وقلبه وقلبه وكده بيرتجف عاوزينك يا رب نحن وعاوزين طريقك يا رب وعاوزين جنتك يا رب وعاوزين قربك يا رب أحداث لا تتخيلوها مرت بالواحد وقول يا رب كذا ويا رب كذا يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا أهل ولا تدري لعله خير ولا تدري لعله خير وأمر المؤمن كله خير ما تستخسروش في نفسك الجنة كده شفتوا الخمس حاجات في أول ليلة وذلك كل ليلة كل ليل في عطقاء كل ليلة ربنا يتوبى عن الناس كل ليل وعتشترط على ربنا أنا هطيعك وعمل وصلي وقصوم عشان تتعطيني لا لا أنا أعبدك عشان أنت تستحق العبادة يا رب سبحانك أنا أعبدك عشان أنت تستحق العبادة أنا عايزين كلامي معاكم في الشهر ده كله يبقى عن القلوب يا عنا ادعو يا خوات ادعو يا نساء ادعو يا رجال ادعو يا مسلمين يا رب اجعلنا من عطقاءك الليلة يا رب فك أسر أبتنا الليلة عندك يا رب يا رب بحاولك وقت عنا يا رب على الصيام والقيام عنا يا رب على الطاعات عنا يا رب أن احنا نكون أهل خير وطاع قونا على نفسنا والشيطان والدنيا ولو اللهم منك عفو يا رب تحب العف عفو عنا يا رب قونا يا رب اجعل نفسنا في الطاعة نفس خفيفة يا رب ادعو ادعو واسمعوا اللي قلته لكم النهاردة وديه ديه يتقول ليلة من ومن الأخت اللي ربنا أجرى الكلام على لسنة نلح على الله في دعو لح 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 عليها عايزين ستر يبقى ستر اصطر يا رب اصطر علينا يا رب اكرمنا يا رب ارزقنا يا رب اعطينا يا رب اهدينا يا رب قربنا يا رب قولوا ادعو عايزين ستر قولوا ما تتكسفوش ألف مرة مليون مرة اللحوا على الله الله عز وجل يحب عبده اللحوح تخلونا يعني أما يبقى عندك طفل زنان وعد يزن عليك وزن يا أمي أعطيني يا أمي أعطيني يا أمي أعطيني وبعدين من كتر زين تتعطي من كتر تتعطي اسكت بطل زن الله سبحانه وتعالى مش كده الله سبحانه وتعالى له الله المثل الأعلى يحب إلححك عليه ليس ليه رب سواك فأدعوه وليس ليه مالك غيرك فأرجوه أروح لمين منهش رب غيرك ولل أنيس غيرك أعطيني أعطيني أردعن 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 وما تتكسفوش وما تتكسفوش وما تتكسفوش وانتو بتدعو وتلحو وما تتكسفيش وانتو بتدعو وتصلي وما تتكسفيش ده ربك يحب ده ينفع نكون كده ينفع نكون كده ينفع نكون عند ربنا من اللحوين وتبقى دي اول ليلة وناخدها وهعد عليكو كل ليلة عملتو ايه ياللي تتجمعتو معايا الليلة دي تتجمعو معايا بكرة وبعد وبعد هسألكو كل مرة يا رب يا رب ايه تقصل اجعلوها بداية كرب اوعو تقطعو صنع ملكش خلاص في الدنيا اللح صنع اوعو تقطعو عبادة وتقطعو حب وتقطعو كرب انت عارفين الدعاء معناه ايه انا محتاجك انا محتاجك يا رب عارفين الدعاء معناه ايه انا عارف ان انت واحد احد توحيد عارفين الدعاء معناه ايه صدق لوجي الى الله عارفين الدعاء معناه ايه ماليش غيرك اوعى تدعو بقطعة رحم اوعى تدعو بحسد اوعى تدعو وانتو مش موقنين شكين في ربنا اوعى تدعو وانتو قلب لاه لا بلد زي ما بقولوكم بللي جواكي بللي في قلب اعتنى 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 ارتعنى 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 استرنى 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 لا تعزبنا لا تعزبنا لا تعزبنا لا تعزبنا يا رب لا تعزبنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا تعزبنا. لا تعزبنا. لا تعزبنا. ارحمنا. اللي قلت اصل رمضان بس الحب الاولى. لا لا لا. وبعد كده مغفرة وقلت او الحديث ضعيف ياخذ بالفضائي الاعمال ولكن ده كل ليلة. ده كل ليلة في رحمة ومغفرة وعطق. كل ليلة في دعاء مستجاب. كل ليلة رحمة ومغفرة وعطق ودعاء مستجاب. رحمة ومغفرة وعطق ودعاء مستجاب. يا رب عايزين الرحمة والمغفرة والعطق والدعاء المستجاب. يا رب امنا بك يا رب وتوكلنا عليك فلا تاكلنا الغير. ما سكين احنا من غيره يا رب يا كريم يا رب يا حبيب يا رب ده لسه بنتكلم في قاعدة جميلة كده عن سيدنا أبو بكر وانا نقول يعني يعني ايه سبت سيدنا أبو بكر ده ايه سبت سيدنا أبو بكر ده كله قال ان محمد ما تقطع ترقب سيدنا عمر سيدنا عثمان ذهب عقله فكان يجي العصري وشيلوه يعملوه كده عقله مش معان وسيدنا علي صمت وسيدنا أبو بكر قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت إنك ميت وإنهم ميتون سيدنا عمر قالوا ما كين يا بسمع الآية دي أول مرة ايه اللي في قلب سيدنا أبو بكر ده قلب قلب حسن ظن وتوكل على الله حب صاحبه حب بالدرجة الرسوع السلام الرسوع السلام كان يعني يغضب لا حد أغضب خلوا هلا خليتم لي صاحبي هلا تركتم لي صاحبي وكانوا يخافوا يجب يخافوا الله سبحانه وتعالى يجعل لنا هذا القلب قلبا سليما معافا قلب سيدنا محمد وقلب سيدنا بكر وقلب سيدنا إبراهيم قلبا سليما وليس تزالك على الله بعزيز ادعو ادعو الدعاء مستجاب ربنا يسمع لنا لا نشبه ولا نوصف ادعو 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 وفرحوا بدخول الشهر وفرحوا بدخول الحسنات وفرحوا ان الله سبحانه وتعالى يسخر الكون وهيالك الكون الطاعة يا عبد الله يا مؤمن ياللي باعد وياللي قابق ربنا بيسخر الكون كله علشان الطاعة علشانك انت الطيع وانت باعد فرحوا وفرحوا عيالكم تقولك زينة رمضان ومش عارفة يا ست الله يسلح حالك احنا في زمن وفي دنيا كلها محاطة بفتن ومحاكاة انت تربي على هذا الامر وعدتي بيقى صالحة الله يبختلك ويباركلك الله يبختلك ويباركلك لكن سيب الناس ليست مباح وفرحي اولادك وشركيهم وفرحيهم ويلا التغليفات بتاعت الطمر والتغليفات بتاعت الهدايا ونعطي ونفرح ويلا رمضان يلا الطعاط يلا السوابات يلا الجنة هلوم الجنة يا رب والله اني اشم ريحة انا شاب ريحة الجنة اوعي كل ريحة الورد اللي انتوا جايبين طعم افرحكم بيه شوي زي انا بفرح بالورد بص انا بفرح بالورد حاجات طبيعية ورحتها ورحتها جميلة خايف اقطع منها وردة بنتي تقول يا وعي عطاعت من الورد ازا كنا احنا فرحانين بحاجة من خلق الله في الدنيا ما بالك الجنة دي شكلها ايه ما بالك الجنة دي شكلها ايه الانس بالله دا شاب ايه وصف ايه اللزة اللي هنعولها دي ما بالك الاعدب عن نبع السلام والصحبيات امات المؤمنين انا انا عايز اشوف سيدة عايشة سيدة خديشة ومسالة عايز اشوف كلهم عبما عام عفصة عفصة عبابتي 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 سيدة حفصة الصوامة القوامة مش عايزين كده مش عايزين كده اوه حد يبسد عليكم رمضان اوه حد يبسد عليكم رمضان انا بقولك اهو ما تسمحوش لحد يبسد عليكم ولا حد يقول الكلام ولا مش نفسه شكرا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلاما 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 لا نبتغل جاهدي وان ايه دا ايه وتنسوا وسيط اول البس الحو على الله في الدعاء رزقنا الله وأياكم رزقنا الله وأياكم الطاعة والمغفرة والحب يا رب اقبلنا اقبلنا ولا ندري مين اللي اجله كتبت في رمضان يا نهرب ومن اللي يدرك رمضان الحمد لله لك الحمد لك الحمد لك الحمد لك الحمد أن بلغتنا رمضان لك الحمد يا ربنا وين صيام وقيام وصدقات طلعهم دلوقتي وين وكل يوم صدق كل يوم دعاء وتلحوا عليه كل يوم عمل صالحات أمر بمعرفوني عن منكر مع الأولاد ملقيتش حد يقوم بمعرفوني عن منكر مع الأولاد كفل سانك عن الأذى دايما ذكر ذكر وقرآن وقرآن وذكر وقرآن وذكر وهكذا لا يفطر لسانك إلا بالذكر لسا زمعة قصة جميلة 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 أخت بتحكيها في مجموعة فينا من الخار كانوا موصيلنا ما كانوش بيعني ربنا مرزقهمش في أول الزواج بقلهم عشر سنين وبقلها سبعتاشر سنة وهكذا فواحدة منهم مشي أنا بدع بها بدع للكل ونكبلي أساميهم لستة كده واللي لها صحبة تقول ليها ولها حاض ونداي فيها الحمد لله ربنا لزقهم فيه واحدة تقولك أنا عايزة تحكي قصتي قولي يا بنتي قالي كالاستغفار أعدت أنا وزوجي نستغفر 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 وإحنا صحيين وإحنا جايين ننام وإحنا بناكل وإحنا بنشرب نستغفر 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 لحد اللي استغفر ده ما بقى حاجة كده في قلوبنا رزقهم الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوأ يا ربي يا ربي على القرآن ادعوا أليحوا على الله واستغفروا بصوا مش عايزاكوا تتكسف ولفي واحدة تقولي كاعدة أليحة تكسف كده لا يا والله لا والقاعدة اللي قلتوا في أول البس اللي قلتوا في أول البس إنه احنا نلحة على الله في الدعاء أخت تتصل عليها وبتقول لي هي هلا رمضان إنه بيتعملي إيه جديد قوليلي يلا نعمل إيه جديد مجموعة من المجموعة القديمة الجميلة اللي مانا الله عليها بصحبتها قلت له حبيبتي أنا عندنا مريض بلسه طالعين من عمليات عندنا مريض في قلبي البيت قدوا الله صحانه تعالى يتم شفاء على خير حسن سيارة وعملت عمليها والحمد لله رب العالمين فأنا ربنا عندي ما قلت لهاشة لكن تبكي بكاء شديد تبكي بكاء شديد قولي ربنا عندك آه نص الحديث عبدي استتعمتوك فلم تطعمني استسقيتوك فلم تسقني استزرتوك فلم تزورني كيف أزورك وأنت رب العالم ألم تعلم أن عبدك فلان مريض قلت له لو زرته لوجدتني عنده فأنا الله عندي فأقول له كبه تقول لي ربنا عندك طب أنا عايزة ربنا عندي في قلبي والله لأ قلحة على الله في الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يكون في قلبي ويملأ قلبي وأقلحة أقلحة أنا أختار دعوة أقلحة على هات 30 يوم قلت له طب مش انتي كبه الليستة بتاعتنا عندنا لستة كده مكتوبة وتقولي وتزودي عليها كل سنة قالتلي آه وده طيب ويبقى قالتلي لا أنا هلحة على الله عز وجل في الدعاء علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني وأن الله سبحانه وتعالى يعطيني مريم بتتصل الفيديو وإلى أمك على الليف مريم السلام عليكم كل سنة وأنت طيبة وأنت على الليف وسطك طالق عايزة أقول كل سنة وأنت طيبة أعود عليك بخير ويجعلك من الصالحات ويجعلك من أهل الكرآن يا حبيت قلبي ويرد عنك برضاه ما تنسناش أول يا حبيبة قلبي ما تنسناش يا حبيبتي في الدعاء ما تنسناش بسي 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 بقى عندك كمان هوة ورد بفرحك وعندك هوة هلال رمضان وربنا يردك يا حبيبتي سالمة غانم اللهم أمين ويحفظك بحفظه اللهم يحفظك بحفظه ويجعلك من الصالحات القانتات يا رب بس تنسي ليش من دعوات وكل وكل يلا يكرمك يا حبيبتي يا غطري حبيبة قلبي ميش خذي يا شوشو هتتصل عندك من عندها بقى مع السلام مع السلام السلام عليكم من سنة ونت بخير ويعودوا عليكم بخير وجعلوا رمضان الخير والبركة عليك اللهم يردع عنك يا رب فردا عنك حبيبة قلبي اللهم يردع عنك يا حبيبتي ويشفختك يا رب ويجعلكم من الصالحات يا أولادي ومحمد ويومنا ومريا ومشفاء مع السلام من كل ولاد المسلمين مع السلام ما ليش بقى ما ليش يقط عليكم بس عشان ابنتي ابنتي يا الله سبحانه وتعالى يا رب يجمع كل أم بأولادها وأحفادها يا رب ما عندناش أحفاد لسه بس هو فالأخت لما قالتلي كده قالتلي انها لحي على ربنا بدعوة معينة قلتالي طب هي ايه رفضت تقول لي رفضت تقول لي ايه يا ايه الدعوة قلتالها بجد يا داشة تقولين لي هتدعب ايه وتلحي على الله قالتلي لا أنا عايزة ربنا في قلبي فأنا خلاص اختار دعوة لح عليها لح عليها لح عليها لح عليها قلتلي هتد ايه كتير رأيتلي كتير واحدة تقول يا رب استجبوا يا رب بلح عليك بلح عليك بلح عليك اردع عني قبلني اقبلني واردع عني يا رب في اللي أنا هنوين مرديتش تقول لي انتوا ادعوا بقى يا رب اهدى اولاد يا رب سلح الزوجة يا رب اهدنا الازواج اهدنا الازواج الرجالة وجعلهم صالحين يا رب اعرفهم امت زوجاتهم قولوا امين اهدوا الازواج وجعلهم صالحين وهدينا الازواجنا وجعلنا صالحات ويردع عننا ويردع عننا ويردع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيام وجعلنا لسنة محمد من المتابعين ومن المحيين اللهم امين يعني مش عايز اتطول عليكو اكتر من كده خلاص بقى حاجات بسيطة كده ونبتدي التهجد ان شاء الله عايز اقول لكم على حاجة جميلة على موضوع التهجد احنا عدينا ما شاء الله الاطراج بيصلوا كام ركعة عشرين عشرين ركعة باية يعني كل ركعة فيها اية من شاء الله يعني بص بتعملوا رياضة رياضة لا مفر الله هو اكبر الله هو اكبر وكذا فانا عايزاكم الناس اللي بتصلي ترويح تمام لا تضيع القيام ايو هتضيعوا القيام قيام ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا هنكلم عن الموضوع دوت وحنستفيد فيه بمعاني طيبة جميلة ومن صام رمضان لوهين يا رب ان احنا نسوم ايمانا واحتسابا يا رب اللهم امين ايمانا بك وتصديقا بما جئت واحتسابا للأجر والثواب والصبر على صيام وهكذا بحقه بحقه ومن قام رمضان الله ومن قام رمضان اوعب ضيعوا القيام ايام معدودات بس هتلاقي خلص الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير ما تنسونيش بالله عليكم في الدعوات معاكم وانا كمان هدعي لكم هدعي لكل المسلمين وكل المسلمات وكل أصحاب الخير وكل أصحاب قول أن يباغي الخير أقبل ويباغي الشر أقصر اجعلنا وإياكم من مقبل الخير اللهم أمين أزاكم الله خيرا يعني لو عرفت أخذ سؤالين تلاتة من على اللايف وبعد كده أختم معاكم ونروح بقى نشوف الناس اللي هتحضر السحور الفول وانخلص الفول أنا مش مسؤول ماشي في ناس تقول لك فول وجبنا ادعو لنا بالشفاء حبيبي الله يتم شفاكو يا حبيبي كلكم على خير أم جهاد ألف سلامة حبيبتي على ابنتك أولى حبيبتي ربنا يبرك فيك كله خير كله خير كل ما عند الله خير كل ما عند الله خير مم ربنا يردع عنا يا رب اللهم أمين يا أسماء وإياك ربنا تقبل الدعاء أسماء البغدادي شكرا يا أسماء أسال الله العظيم إبراهيم اللهم أمين يشفيك ويشفي ابنتك اللهم أمين وإياكم وكل المسلمين يعني جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستنفرك أتوب ولكن انتظروني كل يوم ولايف جديد هنقول معنا قد كده ونتفق مع بعض على الله يجمعنا والله يا خوات على الله يجمعنا بالخير على اللي كل يستنى ويسمع كلمة خير من هلا سمير ولا الشيخ الفلاني ولا فلان ولا فلان يجمعنا ربنا سبحانه تعالى على الخير قولي يا رب تجمعنا في الدنيا على هذا الخير فاجمعنا في الآخرة عليه أدعو خلوها نية من النواية كتبوا النواية دي بقى عشان هلقاكوا كل يوم ونشوف جمعنا قد إيه من النواية لان احنا لمعنا درهم ولا دينار ولا دنانير ان شاء الله علينا الحساب صفر والله متطمنين ان انا عايزيتوا قاعدين مرتاحين كده واحنا مزفرين الحساب مفيش صفر ولكن احنا تجارنا وايا فخلوا نية النهار دا الحاح في الدعاء ويا باغي الخير احنا احنا يا رب وان ان شاء الله بإذن الله تجميع على الخير يا رب بكل ليلة على الله سبحانه وتعالى قبلنا نراكم على خيط يا احباب ما تنسوناش من الدعوات سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا اله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك الله وبركاته